السلام عليكم اهلا بكم في مطبخ جانه اتمنى لو اعجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله والتابعونا النهاردة هنعمل ارائيش بالعجوة وهي من الحاجات المحبوبة جدا في الفطار والاطفال بيحبوها يفطروا بيها قبل ما يروحوا المداسة مع الشاي بالحليب او بالحليب دي من تلاقيها في كل بيت مصري ان شاء الله بازن الله تعجبكم اوي بس انتم تمشوا معايا بالخطوات وتمشوا معايا بالمكونات هتزبط معاكم هتطلع جميلة وتكملوا لحد الاخر زي ما انا هعمل بالزبط تعملوا عشان ما تبقى اوش وقولوا ما زبطتش مش عارف ايه لا ان شاء الله تزبط معاكم وتطلع جميلة جدا هو نعمة و هتحبوها و هتعملوها على طول في البيت طبعا هي من الحاجات المجزجة دي للاطفاله جميلة هنقول ما ادفها اتنين كيلو دقيق ابيض او طحين ابيض اتنين كيلو عجوة نعمة مالاقتين بالمالاق اللي بناكل بيها مالاقتين خميرة مالاقتين سكر نص كيلو سمنة سيحة وعليها ربع كيلو زيت درق او عبات شمس نص كيلو حليب دافي وربع كباية حليب عشان نحط فيها مالاقتين الخميرة ومالاقتين السكر و هندوبهم عشان ناجن بيهم ودي اتروح الموز ممكن تستبدل روح الموز بفانيليا عاديا اول حاجة هنعملها هنحط معلقتين الخميرة في ربع كباية الحليب وعليهم معلقتين السكر ونقلبهم حلو جدا ونسيبهم لما الخميرة تبتاح كده و تخمر في قلب الحليب دي اول حاجة بنعملها عشان على مناجن الطحين على السمنة تكون الخميرة بدأت تشتغل في الحليب اول حاجة بنحطها على الطحين او الدقيق روح الموز وهنحط السمنة اللي هي من الدوب فيها الزيت كلها على الطحين وقلب كده انا كملت السمنة حطتها كلها وقلبتها وعجنتها بايدي معليش عشان انا بصور بس بالايدي التانية فبضطر ان انا اعمل فاصل فانا عجنتها كويس جدا وبعد ما خلصته حسيت ان هو الدقيق خلاص كله بقى في السمنة حطيت الخميرة بتاعتي اللي متدوبة في الحليب وعليها كمان الحليب الحليب مش هارده كله الا شوية شوية بحيث ان انا شوف العجينة هتحتاج ايه لحد ما حسي ان العجينة بقت طبيعة وجميلة كده زي زي ما انتم شايفين توفي العجينة الكويسة من ايه ان ان انت لما تعملها ما تلزقش في ايديك وما تتقطعش لما تليف فيها في ايديك ما تتشققش كده تبقى العجينة كده بقت تمام وعش على عش وهبدأ اقطعها على بخامة هقطعها بالامل المقاس اللي انا عايزة طبعا لان انا بعد كده بابرومها وبعملها وبحشيها وبقى اططعها فانا بقى اططعها بالماقاس اللي انا عايزة ممكن كده ممكن كده وباخد واحدة واحدة ولفها بايد الاثنين طبعا انا بالوقات عشان بصور بايد وبعمل بايد فانا بلفها المفروض بايد الاثنين بتبقى طويلة كده وبعد كده ببدأ افردها وبكمل بين الشابة انا عايز او بيكم بس بالزبط عشان ايه تعملوها بالزبط عشان تطلع معاكم مظبوطا ان شاء الله وبعد كده بفرت فيها العجوة زي ما انتم شايفين وببدأ الفها طبعا انت هتبقى سهلة معاك كمان عشان بايدك الاثنين لكن انا عشان مسك الموبايل بايد وبعمل بالايد التانية فبتبقى صعوبة شوية لكن هي سهلة وبسيطة وهنبدأ نقطعها كده بعد ما لفناها ويدوبك بس بططنا حاجة بسيطة عشان تبقى لها علو فهنقطعها كلها بالسمك اللي احنا عايزينه انا قطعها سوابعة زي ما انتم شايفين وهبدأ اروصها في الصرج بتاعي طبعا الكمية دي بتعمل كتير بتعمل تقريبا خمس سجان او حاجات زي كده فبتبقى كمية كبيرة وبتكفي او ممكن تكفيك شهر بفطار انت والاولاد طبعا السج نظيف وناشف ما فيهوش مادة دهنية خالص لان هي ما بتحتاجش مادة دهنية بتروسها على طول في قلب السج وبتسيب بس مسافات ضعيفة جدا وبسيطة جدا كده السج خلاص رسنا كله بعد كده هنغطيه ونسيبه يخمر ربع ساعة ونغطيه بما فرش بلاستيك بتسيبه يخمر ربع ساعة طبعا انت بتقطع بقية العجينة على ما يكون هو خمر وبتبدأ من اول ساج تخبزي كده هو خمر هنخبزه في الفرن على تلتمية وخمسين لو هو كهربا لو هو عادي بتخبزي على متين وخمسين الساج بنحطه في الوسط ما هوش تحت ولا فوق في الوسط بتاع الفرن وبعد كده بترفعيه لما بتحسي ان هو من تحت بدأ يبقى بمبي بترفعيه ياخد وشه على الشواية ما بياخدش دقيقة واحدة على الشواية او رفعته فوق على الشواية بياخد تقريبا اقل من دقيقة على الشواية وبيطلع بنفس الشكل ده عشان ما يتحرقش منك وهيبقى شكله جميل ودهبي وان شاء الله تزبط معاك وان شاء الله مستنيه تعليقاتكم على الفيديو وبالفة هنا وشوفها لو عجبكم الفيديو عملوا لايك وعملوا شير واشتركوا في القناة وفعالوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ويا ببي اجبكم ترجمة نانسي قنقر